هنبدأ الأول بمباراة المغرب مع منتخب الكونجو الديمقراطية المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي ومنتخب المغرب بنفس الدفع القوية اللي عنده نجح في أن يسجل هدفا مبكرا بعد 6 دقائق فقط عن طريق اللاعب أشرف حكيمي بعد ضربة ركنية لعبها حكيم زياش دخل بقدمه سجلها في شباك المنتخب الكونجولي اللي كان بيحرص مرماء مباسي يوسف النصيري بعدها أهدر انفرادا تاما في الدياة 31 مع تألق لحارس مرمى منتخب الكونجو ظهر منتخب الكونجو الديمقراطية في نهايات الشوت الأول وحصلوا على ضرب الجزاء أهدرها اللاعب سيدريك باكامبو وضع الكرة في القائم الأيمن ليسين بونو فانتهت المباراة والشوت الأول بالتقدم 1-0 للمنتخب المغربي الشوت الثاني اختلف الوضع تماما 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 منتخب الكونجو ضغط من كل الاتجاهات تراجع بدني واضح للمنتخب المغربي اللي بدأ يجري التغييرات من خلال وليد الركراكي في الدياة 64 لما نزل الخنوس مكان أملاح ونزل عبدالصمد الزلزولي مكان بوفال اللي كان بدأ أساسي وبعدها نزل أمين عدلي مكان حكيم زياش ورح منزل كمان أمين حارت مكان أناحي ونزل أيوب الكعبي مكان النصيري عايز يحاول ينشط منتخب المغرب لكن بلا فائدة لأن منتخب الكونجو كان حط دي على أو دس بنزين قوي وقال مش هسيب الماتش داغل لما تعادل وتعادل بالفعل في الديئة 77 عن طريق اللعب سيلاثة مفويمبة وضيعه أكتر من فرصة سواء من خلال كمان فيستوم مايلي لعب بيرامدز اللي نزل وشارك وكان بيلعب في نفس خط واحد مع الشيبي اللي لعب كظاهير أيسر للمباراة الثانية على التوالي زميله في بيرامدز وياسيم بونو شال المنتخب المغربي فيه أكتر من فرصة فزي ما المنتخب المغربي كان المفوض يبقى زعلان أنه ضيع فرصة الفوز في الشط الأولاني مهم جدا أنه يفرح بكل تأكيد بأنه اقتنص نقطة تعادل بكل تأكيد بتقربه جدا من التأهل في نهاية المباراة النهاردة بعد المباراة أفضل لعب في هذه المواجهة كان مفومبة لعب منتخب غانا أو منتخب عفوا الكونجو الديمقراطية اللي حصد لقب رجل المباراة مفومبة وكان هو صاحب هدف منتخب الكونجو الديمقراطية أرقامه بتقول لنا سيلاث مفومبة أنه لعب النهاردة 26 دقيقة نزل كبديل سدد مرة واحدة على المرمى جاءت هدفا روغ 3 مراوغات من أصل 4 نجحوا لمس الكرة 15 مرة دقت تمريراته بنسبة 80% صراعات أرضية نجح في 4 من 7 منتخب ده للماتش التاني على التوالي على فكرة يظهر قدرات هجومية وبدنية عالية يعني الماتش اللي فات لما تعدلوا مع زنبيا كانت مباراة وانسايد جيم لمنتخب الكونجو الديمقراطية النهاردة أفلت المنتخب المغربي من خسارة قدام الكونجو الديمقراطية كل ده ومعهم نقطتين بس وبالتالي الماتش اللي جاي قدام أضعف فرق المجموعة تنزانيا وبالتالي انتصار هيؤهلوا لكن بشكل عام إذا تأهد المنتخب ده فالمنتخب ده من الفرق القوية لأن حتى بدائلوا عندهم قدرات اللعب إليا رقم 13 النهاردة الجنح ده كان واخد ناحية الشيبي دي يمين وشمال وعرضيات كلها نجحة منها العرضية اللي سجل منها الهدف أما في نفس المجموعة فمنتخب زنبيا تعادل عن طريق اللعب بيستون داكا اللعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي بعد مكان المنتخب التنزاني